احبابيكم انا قاتلي ما شاء الله جيت معكم بوحدة شربة اللي مختلفة وغريبة شي شوية صراحة كي حضروها الامازيغ في الجهات دي والوزود وازيلال شللات وزود كلنا كنعرفوهم ان شاء الله اليوم غادي كي سميوها بشربة ديال كيكر اليوم ما شاء الله غادينا نوريكم الطريقة ديالها ووشنو بوشكت تصيب كيف ما كيبال لكم هادو ما المكوينة اللي غادي نحتاجو هنا عندنا هاد الدقيق كيكون من شوية ديال العدس واحدة شوية ديال واحد الحاجة تكون شوية بحل الصوجة كيقليهم واحد شوية وجلبانة كيقليهم واحد شوية حتى كيتحمرو وكيتحنوهم من بعد كيضيفو علهم شو ديال قزور مع الدنوس شوية ديال البصلة تقريبا واحد جوش حبت ديال البصل وعندنا هنا الفلفل الاسود عندنا الخرقوم وعندنا شوية ديال الكامون وعندنا شوية ديال الملح ومن طبيعة الحال الواصفات الاميزاغية كلهم بزيت الزيتون اول حاجة نديروها كنناخدوها ديال الدقيق كيفما كنت لكم كيتحضر بجلبانة اليابسة والعدس واحد النوع كيكون بحشوية بحل الصوجة ما عاش صراحة شو كيسمي ولكن كيكون شكل ديالو بحل الصوجة من بعد كذين غادي نوضع ذاك الدقيق وغادي نبدو كنصبو عليه بحل ذاك الدقيق كل ذاك القاوم باش نديرو مني كنبغيو ندورو الحريرة ديالنا سوف نصبو عليه واحد الكيمياء ديال الماء المبارد هاد الحريرة سارحة كتكون رائعة جدا كتكون محضرة غير من القطنية هادا هادا التقيق يكون غير من القطنية وغادي نخوو عليه المحطة غادي تشرب شوية وغادي يكون خفيف هادا هو القاوم اللي غادي نحصله عليه ومن بعد فحط التنجرة اللي غادي نحصله على النار غادي نوضع ذاك الباصال اللي عندنا غادي نوضع القصبور ومع النوس اللي غادي يكونوا مربطين غادي نوضع الزيت ودوك التوابل ديالنا عدنا هنا الخرقوم عدنا كامون عدنا البزار وشو ديال الملح وغادي نحتاجه الماء غادي نوضع تنجرة ديالنا على النار حتى غادي تغلى من بعد ما كتغلت نجرة كيفما كيبال لكم غادي نوضع غادي نوضع غادي نوضع ذاك التقيقة ديال القطنية اللي وجدنا من قبل وغادي نبدو كنا نحركو شوية بشوية حتى غادي تغلى لنا ديك الحريرة ولا ديك الشربة موسيقى 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 المناطق ديها الوزود كاملين سولوا على هاد النوع ديها الحريرة كيف ما كان قول لكم كيتسمى بكيكر ديول 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 المناطق كي حضرابوا حده الصورة اللي كبيرة بزاف وكيبيعوها حتى في المحلات وكتلقوا حتى النساء اللي كي حضروا بحال هاد النوع ديها الشربات وكيبيعوهم غادي تسولوا عليها وان شاء الله غادي تلقوها ولكن من الاحسن تسولوا على النوع اللي مجلي لانه في هاتي الانواع كل مراوكي فاش كتحطرها ولكن النوع اللي مجلي القطنية اللي مجلية هي اللي كتعطيه واحد النكال اللي احسن غادي نبقوك نستمروا في التحرك حتى غادي اه تحقد لنا شوية ديك الشربة دينا غادي نستمروا بنفس طريقة حتى كان نحسو بيها رغلات وبدات كتعقاد تقريبا شكل ديالها كي يجيب حالة المدق ديالها البصارة كيف ما كان قولو من بعد كيني الناس اللي كي يوضعوا فيها بواحد البيضة من بعد كنصبو الحريرة ديالنا بهذا الشكل وكنقدموه مع التمرو شوي ديال مدوس من فوق وشوي ديال زيت زيتون كيف مكتلكم شكل ديالها كي يجيب حالة بصارة تماما نتمنى الوصفة ديالي وما تكون راقتكم وعجباتكم وان شاء الله نتمنى نكون فتكم هاد الوصفة كتجي رائع جدا كيف مكتلكم الى مشي طلدو كل مناطق كنتمنى تسولوا على هاد النوع ديال الشوربة كيف مكتلكم كتسمى بشوربة ديال كيكر وصلت معكم نهاية اللي فيديو نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في الصفات مقبلة واطبق مقبلة ان شاء الله وانتظروا ان شاء الله الحلويات ديالي وصلت معكم نهاية الفيديو واسلام فاصف اخر ان شاء الله شكرا 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 شكرا